النهاردة الفيفا بيعلن موافقته بمناسبة الكورة على اعتماد خارطة الطريق للاتحاد الكورة الفيفا خلاص أقر مبدئياً التعديلات الجمعية العمومية للاتحاد المصري كانت أدخلتها على لايحة النظام الأساسي وثبت معاد 5 يناير اللي هو معاد نهاية عمل اللجنة المؤقتة علشان يكون ده يوم إجراء الانتخابات اللي هتتسلم القائمة النكحة لأن الانتخاب هيبقى بالقائمة لأول مرة وفقا لللايحة الجديدة لايحة النظام تعديلاتها سواء تفعيل بند الثمان سنين يعني اللي كانوا في المجلس السابق مع المهندس هنا أبريدة وكانوا قضوا ثمان سنين مش هيكون مسمح لهم بالترشح تم استحداث فكرة الشخصية العامة أو الخبرة الرياضية الإدارية كشرط من شروط الترشح المخفف عن ذي قبل بالإضافة إلى اعتماد نظام القائمة في الترشيح كل ده خلال أيام اتحاد الكرة هيدعو الجمعية العمومية للانعقاد علشان تبدأ الإجراءات برح في الجريدة الرسمية تم نشر لايحة النظام الأساسي للتحاد الكرة بتعديلاتها الجديدة علشان تبقى سارية المفعول رسميا ابتداء من الأمس كان فيه استفسارات أطلقنا يا رب تكون يعني تم الإجابة عليها علشان ما نخشش في دا يلمة الغموض اللي احنا عايشينها بعد انتخابات ترجمة نانسي قنقر